تعتبر الكويت من الدول المصنفة عالميا بقلة ممارس الرياضة بين سكانها الأمر الذي جعلها ضمن الدول المتقدمة في نسبة البدانة وسط تحذيرات عديدة يطلقها المختصون بأهمية ممارسة أي نوع من الرياضة بشكل مستمر حفاظا على صحتهم ووقاية من الأمراض يجب أن تكون هناك ثقافة في المجتمع الثقافة هذه هي اللي راح تعطي طابع إيجابي على هذه الرياضة على سبيل المثال المشي نحاول دائما خلال هذه العامة الرياضة ومركز الطب الرياضي أيضا نحاول أن نؤصل هذه الثقافة بإنشاء مؤتمرات بإنشاء أنشطة فعاليات تكون على مدى السنة كاملة لمشاركة المجتمع الثقافة هو من أصعب الأمور في نشحة في كل دول العالم طبعا ويأخذون سنوات طويلة لينشر ثقافة معينة وأيضا في غرس مفاهيم منذ الصغر يعني هذا الموضوع مؤنشر ثقافة فقط أني أنا في الإعلام لا هذا المفروض يكون في المدارس يكون من خلال مناهج المناهج لازم تتغير المناهج لازم يسير فيها إضافة لأمور معينة من جانبها تحرص الهيئة العامة للرياضة على دعم وتشجيع ثقافة ممارسة الرياضة للكبار والصغار عبر مختلف الأنشطة على مدار العام للوصول لعادات رياضية حركية مستمرة تشمل جميع أفراد المجتمع نتمنى في المستقبل هناك تكون تعاون أكثر والأمانة جميع جهات الدولة ووزارات متعاونة معنا ونفتخر بهذا النوع من التعاون مفهوم الثقافة الرياضة للجميع قاعد يزيد على سبيل المثال الأحداث اللي قاعد ترعاه لهي العامة الرياضة متعلقة في الرياضة للجميع آخرتها كان في مراثون بنك الخليج العدد انتقل من 1500 مشارك إلى 7500 مشارك هذا الشباب المبدع اللي قاعد يزيد مفهوم ثقافة الرياضة للجميع نتمنى يعني في المستقبل هي نعم هي بداية ونتمنى نطمح في المستقبل إن شاء الله بأن تزيد وننتقل إلى مفهوم الرياضة أفضل وتبقى العادات الصحية والرياضية كغيرها تنبع من محرك أساسي يبدأ في البيت والمدرسة للصغار في بداية حياتهم ليصبح أمرا أساسيا حتى بلوغهم سن متأخرة من مراحل العمر ترجمة نانسي قنقر